أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي موقف مصر الرافد لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع نظيره السعودي فيصل ابن فرحان وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياد حيث شدد عبدالعاطي على ضرورة انتحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح كما أشهد بالجهود المبذولة لسرعة تدشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي وبحث الوزيران أيضا آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا والملفات الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية حيث تم الاتفاق على أهمية مواصلة جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا كما ناقش الجهود الجارية لحل حالة الأزمة السودانية والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر كما تطرق الوزيران إلى الوضع في منطقة القرن الإفريقي والتطورات على الساحة اليمنية وأمن البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر